اهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى من السيديو سي بي سي في حواري مع وزير ثقافة مصر لما يكون وزير الثقافة في مصر رجل متقف وكاتب وأستاذ وأكاديمي ومتخصص في علم نفس الإبداع يعني حالة من الحالات التي تستدعي القراءة ويصدر كتابا بعنوان الغرابة هذا الكتاب هو الثاني الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب ومن قبلها كان الغرابة في الفن ثم الغرابة في مصر وهذا ما يكتبه الآن مساء الخير سيديو مساء الخير سيديو أنا سيديو أنا حبتدي من الغرابة دعا وحضرتك بتكتب دلوقتي في الغرابة في مصر أيو أيو إيه اللي رصدت من الغرابة في مصر يا دكتور الحيرة والالتباس والشك وعدم اليقين وفقدان الأرض السبتة الحقائق بتظهر وبعدين تختفي بتظهر حقائق أخرى ما فيش حقيقة واحدة سبتة قدرنا نتفق عليها إلا يعني حقائق بعض الحقائق الوجدانية أو الحقائق اللي احنا ممكن نقول إنه حصل بعد الثورة نوع مين يعني اللي الشعب مصري تخلص من فكرة الخوف ولكنه بالغ أو في التخلص من فكرة الخوف بمعنى إنه لما نتخلص من الخوف ينبغي إنه إحنا في لحظة نتوقف ونقول طيب إحنا تخلصنا من الخوف ينبغي بعد كده نبدأ بقى مرحلة الأمن والطمأنينة أي يعني إحساس عدم الخوف بالكامل ده مقلق أيضا بالتأكيد ده برضو شيء غريب يعني فيه مبلغة في عدم الإحساس بالخوف ده معناه إنه السلوك وصل إلى مرحلة التطرف المبلغة في السلوك في أي سلوك معناه أصبح سلوكا متطرفا تطرف مش بس إحنا دايما نستخدم التطرف بالمعنى الديني لا التطرف ممكن يبقى في أي سلوك حتى لو السلوك ده هو الضحك ممكن يبقى فيه تطرف في الفكاهة والضحك نعم فبنقول يعني بيصل إلى حده فيه فينقلب إلى ضده بنقوله يبقى حالة هسترية يبقى حالة أشبه بالهسترية بالزبط كده فإحنا بنقول إنه فيه حالة من الالتباس من الحيرة المعرفية من الشك من عدم الوصول إلى أرض سبتة نقف عليها على الرغم من حدوث بعض الإنجازات لكن إحنا بنتوقع أو كنا نتوقع أنه بعد هذه الثورة أن الشعب يصل للأمام المجتمع يصل للأمام المجتمع ينطلق للأمام المجتمع يبقى في حالة مستقبلية فإذا بنا نجد إنه المجتمع في حالتين إما سبت أو تراجع إما سبت أو تراجع ما فيش تقدم ما فيش تقدم فهذا التناقض هو جزء من الغرابة بمعنى الغرابة مسافة بين الموت والحياة مسافة بين الموت والحياة يعني عندما تكون هناك أشياء كان ينبغي أن تموت ولا تموت فدي تظل وتظل حياة على رغم أنها كان ينبغي أن تموت فده جزء من الغرابة عندما تكون هناك أفكار تبزيئ إيه أقول لك قبل من اتنقل الأفكار يعني لما تظل يعني الرموز معظم رموز النظام القديم موجودة بشكل أو بآخر أعتقد أن ده معناها أن القديم لا يموت عندما يظل الماضي بمعانيه المختلفة موجودة في الحاضر ويؤثر على المستقبل ده نوع من الغرابة هنا لما بنتكلم عن الرموز بنتكلم عن كل من ينتمي إلى هذا الزمن أو هذا النظام ولا حالتك بتخص قيادات بتخص شيء آخر يعني لأن دايما لما بنتكلم عن الرموز يعني هل كل الذين كانوا ينتمون إلى النظام في مجتمع كان أغلبه أو كله ينتمي إلى النظام لا لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا لا أقصد الأفكار الأفكار نعم الأفكار نفسها أفكار النظام ما زالت موجودة ها يعني النمطية في التفكير ما زالت موجودة التكرار ها في الأحداث ما زالت تقوى المجتمع بيتغير بسهولة كده لا المجتمع ما بتغيرش بسهولة وأنا بقول أنه عشان برضو ما نبلغش في جلد الزت أن دي مسائل طبيعية نعم ما نبلغش في جلد الزت مسائل طبيعية المجتمعات تنتقل من حالة إلى حالة بشكل تدريجي عندما تحدث الثورة الثورة دي ممكن تحدث انقلابا أو تحدث تغيرا في بنية المجتمع ولكن بعد ذلك هذا المجتمع كيصل إلى أهدافه ويصل إلى غايته ينبغي أنه يصل إليها بشكل تدريجي أحدى آليات التدريجية أن نحن ندخل في حوار مجتمع أن نحن نصل إلى عقل مجتمعي أو عقل جماعي مش معناها رأي واحد لكن معناها الآراء تدخل فيما يشبه المزايك أو يشبه النسيج أو يشبه الكل في واحد إحنا ماصلناش للحالة دي نعم نحن لازم نصل إلى حالة الكل في واحد يعني نبتدي بشكل أو بآخر نحب بعضنا أكتر نتقبل بعضنا أكتر هل من الغرابة أن المجتمع أفرز حالة من المتضادات من العنف مبين الشعب بالتأكيد زوجور حالات من القراغية من الرفض بالتأكيد بالتأكيد نسبيا بتعود الآن بأشكال مختلفة ولكن أيضا عندما يكون الشعور المسيطر هو الخوف نعم ده جزء من الغرابة يعني عندما يكون الشعور المهيمن هو الخوف نتيجة للشك وفقدان اليقين وغياب الأرض السبت ويكون الشعور المسيطر هو الخوف والتشكك والتخوف من المستقبل وعدم معرفة طريق خريطة طريق للمجتمع المصري ده يؤاد عنصر من عناصر الغرابة يعني الشك والحيرة والخوف وفقدان الطريق لهمش منطق ليه منطق لأنه في عناصر كتيرة دخلة في المجتمع ومش وصلة لحوار مجتمعي عقل مجتمعي واحد لا فيه صراعات وصراعات على مصالح ومحاولات للاستئسار بالمكاسب مش هنقول التورطة والمصطلح ده لأن مصر عمرها ما تكون تورطة ومحدش هيقدر يأكل مصر بالمعنى ده المادي اللي احنا بنقوله لا نعم مصر يعني أكبر من كل هذه العناصر يعني احنا ما بنتكلم حتى في علم النفس بنستخدم مفهوم ألماني هو جيشتلت نقول يعني ايه جيشتلت يعني المنظومة الكلية يعني ايه لما نقول مربع المربع مش مجرد أربع أضلاع لا أربع أضلاع موضوعين بشكل معين يعني أنا خدت المربعات الأربع دول وحطتهم بأي شكل رميتهم بكده مش هيعملوا لمربع لكن لما يضع لما أضع الأربع أضلاع بهذا الشكل يتشكل المربع ومع ذلك في المربع مش موجود في أي ضلع منهم موجود كحالة كلية هذا التنظيم الكلي لهذه العناصر أو المكونات تديني ما نسميه بالمربع أو حالة المربعية هل احنا وصلين لهذا مش وصلين لهذا ولذلك تظل هناك طيارات تظل هناك أضلاع تظل هناك فئات و يعني جامعات ولا تدخل مع بعض في حالة من التنظيم الكلي أو الجشتلت احنا عاوزين نوصل للسيغة كلية عشان المجتمع يتقدم بالشكل ده الأمور مش ماشي على الرغم من التجربة الديمقراطية والنجاح في الانتخابات وكل هذه الإنجازات الطيبة لكن ما فيش رؤية مستقبلية المجتمع ليس لديه رؤية مستقبلية المجتمع لديه رؤية ماضوية المجتمع يتجه نحو المحافظة وليس نحو الخيال ونحو الإبداع ونحو التقدم ونحو المستقبل احنا المفروض احنا في القرن 21 يعني لازم عندنا رؤية إبداعية للمجتمع المصري رؤية إبداعية يعني رؤية مغيرة تغير تقدم أليات جديدة في التفكير والتعبير والسلوب والتفاعل والتعليم والثقافة والاقتصاد والسياسة ليس لدينا هذه الرؤية المستقبلية في أي منح من مناح حياتنا ولذي لدي هذه الرؤية نرجوه أن يقدمها لنا لم يطرح لم تطرح هذه الرؤية المستقبلية طرحت رؤية تعتمد على المعروف والمألوف والمطروق والذي تم الحديث فيه الحديث فيه كثيرا إعادة نفس المنتج عندنا ما يشبه وعفوا في التعبير آلات إعادة إنتاج الكلام أصبح الكثير من المصريين أشبه بالآلات التي تعيد إنتاج الكلام يعني أصبحوا أقرب إلى الآلات التي تجمع بين الحياة والموت وهذا الجمع بين الحياة والموت هو نوع من الغرابة أيضا لو قلت لحضرتك رصدت إيه غرابة في أداء من يحكم أداء من يحكم من يدير البلاد المحافظة البطء الحركة من خلال رد الفعل وليس من خلال الحركة الاستباقية ينبغي أني قبل ما تحدث يعني أزمة لازم أستبق فأنا أعتقد أن دي برضو أن مع هذه الثورة كان نبغي أن تكون هناك آليات مواكبة ممثلة لهذه الثورة طبعا لازم برضو نقول أننا بنلتمس العزر ليه بنلتمس العزر؟ لأن المهمة سقيلة دي مسئولية مجتمع ممكن الإنسان لما يتحمل هذه المسئولية بهذا الشكل يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب يعني أصابوا أحيانا وأخطاءوا أحيانا ودي طبعا الأمور طيب الحركة الثورية الحركة الثورية التشارزم التشارزم الموجود في هذه الحركة جزء من غربتها أن هذه الحركة بدأت كأنها وكلمة كأنها أحط تحتها خطين لأن كما لو كانت هي ليست كذلك ولكنها كما لو كانت كأنها كانت حركة واحدة ولكنها بعد نجاح الثورة تشارزمت تشارزمت وأصبحت هناك آلاف الاقتلافات يحيث أنه يصعب أنك تحفظ عشرة اقتلافات منهم زي ما كنا بنتكلم في الماضي عن أسماء الأحزاب ونتحدى أن الواحد يقول أسماء سبع أو تمن أحزاب منهم دلوقتي بنتحدى أنك تقول لي سبع أو تمن اقتلافات منهم الاقتلافات فيها حالة من التشارزم في حالة من الصراع في حالة من التعدد في الرؤى الذي ليس إيجابيا لازم يبقى في رؤية موحدة مستقبلية ولا تنفي أو تلغي التعدد لكن التعدد ده لازم يصب في مياه واحدة يعني ممكن يكون فيه أنهار صغيرة ولكنها تصب في نهر كبير النهر الكبير ده لم نصل إليه على أي مستوى المجتمع المصري يحتاج إلى النهر الكبير يصبح نهرا أو بحرا هادرا متهجدا متجها نحو المستقبل ده محتاج رؤية مجتمعية ليست متوفرة الآن طيب الغرابة في النخبة والمثقفين الازدواجية جزء من الغرابة الازدواجية جزء من الغرابة بمعنى عدد كبير وطبعا لن أذكر أسماء من النخبة والمثقفين يقولون شيئا ويفعلون عكسه يعني ممكن يتحدث عن المستقبل ويتحدث عن التنوير ويتحدث عن رؤى مغيرة ولكن في نفس الوقت يكون سلوكه متناقدا يعني متناقدا يعني ممكن يقبل جائزة من نظام متسلط ده ازدواجية في نفس الوقت احنا ممكن نقول احنا لما بنتكلم عن الميدان ميدان التحرير كان فيه منصات كان فيه ناس فوق المنصات معظم الناس دي اما دخلوا عدد منهم دخل البرلمان او تحول الى القنوات الفضائية الناس اللي كانت تحت المنصات دي راحوا فين محدش يعرفهم الناس اللي كانت بتيجي من ميادين مصر كلها محدش يعرفهم الناس اللي كانت بتمشي من اخر شرع الهرم الى ميدان التحرير شباب جامعات وسهموا في الثورة محدش يعرفهم رجعوا لبيوتهم ومحدش بيجيب سريتهم لكن عندما كانوا قاعدين فوق المنصات يأما دخلوا البرلمان يأما دخلوا الصحف يأما دخلوا الفضائيات يأما ما زالوا بينضلوا في مدان التحريق لكن فيه ناس اكتسبت أشياء وكسبت أشياء وأعتقد أن ده الثوري لا ينبغي أن يسعى هكذا نحو المصالح فالازدواجية ده جزء من الغرابة الزواجية المثقف ده جزء من الغرابة أنا أعتقد أنه ده المثقف الذي يخلو من الازدواجية أعتقد أنه مثقف نادر وأنا لعافي نفسي من هذا أنا لدي برضو بعض الازدواجية بصفتي يعني عايش في مجتمع زي إذوقي ولو اعتبرناها اعتراف يعني زي إيه بتشعر فيه أن فيه ازدواجية في الشخصية في شخصيتنا أنه فيه أشياء في داخلي أريد أن أقولها ولا أستطيع أن أقولها ده خوفاً ولا حساباً كل هذه الأشياء أن المثقف الحقيقي ينبغي أن لا يخشى شيء ويقول ما بيدخل لكن أنا كإنسان وكبشر ولما الإنسان بيكبر شوية في السن لما بياخد منصب يبقى محافظ أكتر ما يبقى شردكالي يبقى محافظ يعني إيه يعني يخفي أشياءاً ويبدي أشياءاً وما يخفيه قد يتناقض مع ما يبديه فهذه برضو أنا ما بقولش أن أنا أخلو من هذه الأنا لدي هذه الإزدواجية وأنا لست ملاكة هي مكتسبة أم كانت قديمة في الشخصية؟ يعني ده جزء من شخصيتك يا دكتور وأنت قدرت كنت عميداً للمعهد النقد الفني لا لا وجهت عواصف كثيرة لا 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 أعتقد أن هي يعني بيتم اكتسبها يعني هي طبعاً أنا متخصص في سيكولوجية الإبداع ولكن متخصص في علم النفس وأنا درس علم النفس السياسي وأعرف يعني إيه راديكالي ويعني إيه محافظ يعني إيه الحزب يبقى راديكالي ويعني إيه يبقى محافظ يعني ايه الشخص يبقى رديكالي ويعني ايه يبقى محافظ لما الانسان بيتزداد مكاسبه على كافة المستوىات يصبح محافظا السائر عندما تزداد مكاسبه يصبح محافظا خذ سائرا وضعه في منصب وزير او عدو برلمان او كذا او كذا او رئيس تحرير الصحيفة في الغالب خاصة اذا كانت الصحيفة حكومية او كده يصبح محافظا يعني ايه يصبح اكثر تقليدية ده حصل مع رموز كتير في مصر ده جزء من دروس التاريخ نعم وحتى على مستوى الصورات يعني انت عارف ان الصورة الفرنسية لما قامت كان قادتها مارا ودانتون وروبسبير وكانوا قادت الصورة ولكن عندما تسنموا او وصلوا الى سدة الحكم اصبحوا يقاومون الصوار ويمنعون السائرين فاضطرت الصور الى قتلهم يعني قادت الصورة الفرنسية الصورة الفرنسية اكلت بنيها انقلبت على ابناء وقتلت هؤلاء السائرين السلاسة ده جزء من التاريخ معروف فليه لانه اصبحوا اكثر محافظة طبعا انا ما تمناش ان ده يحدث في مصر شايف له اي ملامح في مصر لا لا انا ما اعتقدش ليه؟ لان طبيعة الشعب مصري طبيعة وسطية على الرغم من هذا لازي نشاهده لكن الشعب مصري مزاجه معتدل وكانت احسين يربط هذا المزاج المعتدل بيوتدال المناخ طبعا المناخ لم يعد معتدلا لكن اعتقد ان الشعب مصري طبيعته الوسطية المعتدلة السمحة الطيبة التي تلتمس العزر للاخر التي تصفح التي تقوم بالمصالحة التي تقوم بالحوار التي هي مبنية عن خب او نتيجة لخبرة مختزنة عبر الاف السنين اعتقد انها ما تصلش الى هذا المنحة او الشكل الدموي لو اتكلمت عن الغرابة في الجزء الخاص ببقايا النظام نعم من تبقى من النظام باشكال مختلفة داخل الدائرة الان نعم ايه الغريب اه يعني مش مش اقدر اجاوب دلوقتي لان ده محتاج لتأمل وانا بحبابش القي يعني الاراء كده لمجرد ان انا يعني لان تذهب الى هذه المنطقة حتى الان لا لكن ادرس المجتمع المصري بشكل عام يعني هذا العنف الموجود في داخل المجتمع المصري شيء غريب لانه ضد الاعتدال اللي احنا بنتكلم عنه اه يعني فينا مزج من الجرائم لم تكن موجودة اه في المجتمع المصري زي ايه زي الاب اللي قتل ولاده زي الاب اذا كانت موجودة امن الثورة معلاش معلاش ما هي احنا بص تجايز قلت بعد الثورة ما احنا عايزين نقول ايه حكاية قبل وبعد دي مفيش حد حاسم يفصل بين ما قبله وما بعد يعني ما لابناش الظاهر وطلعنا هو مجتمع ده ضد ده ضد طبعا الامور حصلت ثورة لكن لسه الماضي موجود في الحاضر نعم عشان تتخلص منه او انه يتراجع محتاج سنين معاي محتاج سنين مش بالسهولة دي اه وده لازم نحنا نعرفه ان منش من السهل ان فجأة عايز المجتمع ينقلب ويتحول الى مجتمع اخر ده مستحيل ليه لانه مزالت افكار موجودة من الماضي موجودة في الحاضر مزالت افراد ورموز موجودة من الماضي موجودة في الحاضر مزالت مصالح موجودة من الماضي موجودة في الحاضر مزال يعني المجتمع ما بيتشكلش بهذه السهولة يعني حصل يعني حتى منتكلم في العلم نقول في الثورات العلمية نقول ان واحد زي اينشتاين عمل ثورة في العلم عمل ثورة في العلم بالنسبية لكن ييجي بعد كده يسميه بقى تغير ثوري فيه تغير ثوري هنقول ريفريوشنري. حصل. وبعدين يجي علماء تاني يتقدموا بهذه الثورة. يجي واحد زي هايزنبرج يقدم مبدأ عدم اليقين. يجي واحد زي مش عارف نيلزبور يقدم كذا. فيتقدموا بالثورة. هل ده موجود في السياسة؟ موجود في السياسة. بس لازم نعرفه. يعني فيه ثورة حصلت بس لازم نتقدم بالثورة بهدوء. من اللي يتقدم بيها؟ اللي يتقدم بيها أولا الصور. هم هم الطليعة. هم الطليعة. يتقدم الكتاب والأدباء الفنانون الفلاسفة رجال الدين كل من يتعامل مع ما نسميه بالبنية أو بالمادة الخام أو الطبيعة الخام أو ما يسمى القوى النعمة. خلاص؟ نعم. طبعا بعض الناس بيسموها القوى الرخوة بس أنا بضحك لما بيشوف هذا التعبير. مش أقول الاسم لأنه مشهور جدا. هم. خلينا في النعم أحسن. ولا أقول ديبتور برادعي بيقول القوى الرخوة. لأ. هي صفت هم. باور. ما هيش القوى الرخوة. هي القوى النعمة. صفت؟ اه صفت. يعني ما هيش رخوة. الرخوة تدي معنى سلبي. نعم. نعم. النعمة. يعني أولا ما هيش مادية هم. ثانيا مش ملموسة بشكل عياني هم كونكريت. لا. هي تتتتتتتتتتلل إلى المخ والوجدان. زي ما بنشوف نقرأ رواية أو نشوف فيلم أو نستمع الموسيقى. تدخل وجداننا وتغيره. زي ما كانش العمل الفني. ها أو الأدبي. يغير يغير يغيرنا. ما يبقاش أسر فينا. طب لما يغيرنا بيغيرنا بشكل ناعم. ما بيأسرش فينا بشكل عنيف. حتى لو فيلم رعب. وغيرنا بيبقى ده برضو بشكل ناعم. ها. ليه لأن في مسافة. من العمل الفني. بينه وبينه مسافة. ها. نعم. وإن دي خبرة بديلة. يعني حتى الشخص اللي بيتعرض للقتل في الفيلم أو المسرح. هو اللي بيتعرب. وانا شايف ان الخبرة دي بتحدث لآخر غيري. ها. وبيحصل لي تطهيرها. زي ما يقول أريستو. لكن في نفس الوقت انا بيحصل لي ايضا تغير ما. على الرغم من ان الخبرة دي خبرة عنيفة. فانا بقول ده دي القوة النعمة. دي القوة النعمة بيقوم بها كل. حتى الدين بيساهم في القوة النعمة. بيغير الوع. نعم. بيغير الوجدان. بيغير السلوك. بس المفروض يغيره للأفضل. مش للأسوأ. منطقة الغرابة منطقة متيرة جدا للحوار. لم اذهب بعد الى وزارة الثقافة ما يدور فيها. ولا. ودي كلها ثقافة. اه. ولكن هذا. هذه المنطقة تستدع ان نتوقف في قراءة ما هو غريب على الساحة المصرية. وننتقل منه بعد الفاصل الى وزارة الثقافة. اشتركوا في القناة